كشف البرلماني عبدو بشر عن اشتراطات جديدة عرضها رئيس المجلس السياسي الانقلابي مهدي المشاط على الكتلة البرلمانية الحزب المؤتمر الشعبي العام مقابل اعادة فتح البرلمان الذي اغلقه بالسلاسل واطرد البرلمانيين من قاعة الاجتماعات واكد بشر ان المشاط يريد تغيير الهيئة الرئاسية التي جرى انتخابها السبت متسائلا في منشور على صفحته بالفايسبوك هل يعقلواني يشترط المشاط استقالة هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخبة حتى يرضى ويتم السماح بانعقاد مجلس النواب مضيفا اذا كان هذا صحيح فاعتقد ان هذا هو الجنون بعينه